من منشورات وترندات تفعلت معها بشدة كما اعتدت مشاهدينا في كل أسبوع نختار لكم أهم أربع هاشتاغات في أول ترند لعدد اليوم حديثنا سيكون عن لبنان هكذا تظهر مدنه وشوارعه ومرافقه الرئيسية منذ السبت الماضي بسبب أسمة الانقطاع التام للكهرباء لكن الوسم الذي تصدر المواقع هو الجزائر دولة المواقف جاء ذلك بعد قرار رئيس الجمهورية تزويد لبنان بشحنات من الوقود لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهرباء في البلاد وبالطبع انطلقت أول شحنة إلى لبنان من ميناء سكيكدا على متن ناقلة الفيول إين أكر وقد قدرت بثلاثين ألف طن كمرحلة أولى بالطبع ناشطون على المنصات استحسنوا كثيرا هذه المبادرة الأخوية وبشدة حتى تصدر هذا الوسم الترند لكثرة منشورات الإشادة والاستحسان نتعرف على بعض من هذه التعليقات التي جمعناها لكم من مختلف المنصات أول تعليق جاء من حاج مدني على الفيسبوك علق قائلا الجزائر بما قامت به اليوم من تقديم المساعدة في مجال الطاقة للبنان أثبتت وفاءها لأشقائها العرب بالعمل لب الشعارات قرار سيحفظه التاريخ نفس الجزائر التي كسرت الحصار على سوريا في كارثة الزلزال ونفس الجزائر التي رفضت التدخل الخارجي في اليمن والعراق وسوريا والسودان نفس الجزائر التي تسمع معاناة الفلسطينيين في مجلس الأمن إنها الجزائر نفسها دائما وأبدا لن تتغير ولن تحيد عن مبادئها ومواقفها إلى التعليق الثاني الذي جاء من اسماعيل معمر كركبان يقول على منصة اكس أو سابقا تويتر الجزائر هي دائما أول دولة عربية تساعد إخوانها في المواقف الصعبة الجزائر الأخ الأكبر للعرب والدول المظلومة وصاحبة القضايا العادلة منذ القدم ووعد الشهداء لن يكتمل استقلال الجزائر إلا باستقلال الفلسطين من الواد إلى البحر وعاصمتها القدس الشريف ثانث تعليق وآخر في هذا التراند جاء من ياسمين المساء كذلك على منصة اكس علقت قائلة الأصالة العربية تبرز في زمن المحن والأزمات الشكر والإمتنان لأهلنا في جزائر العرب على حضورهم الدائم والمبكر لفزعة شعوبنا ووطننا العربي والإسلامي كلما تطلب ذلك أسأل الله تعالى أن يحفظ أهلنا في جزائر العروبة وأن يديم عليهم نعمة الأمن والأمان أمين يا رب العالمين إلى غزة الحاضرة في كل مرة في التراند العالمي لكن بمنشورات وأخبار تدمي القلب للأسف حتى بعد أكثر من أربعين ألف شهيد وأكثر من تسعين ألف جريح وتهجير تسعين بالمئة من سكان القطاع لم يتوقف الاحتلال الصهيون عن همجيته مرة أخرى تم قصف مراكز الإيواء التي تأوي مدنيين عزل وأطفال أبرياء هذه المرة الدور كان على مدرسة صلاح الدين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا المدرسة التي تأوي نازحين غرب غزة كانت قد قصفت عدة مرات من قبل لكن هذه المرة استشهد بها أطفال ونساء وكبار رحمة الله عليهم حتى اليوم مشاهدين دمر الاحتلال الصهيوني أكثر من مئة وسبعة عشر مدرسة وجامعة بشكل كلي وثلاثمائة واثنين وثلاثين مدرسة وجامعة بشكل جزئي حسب مركز الإحصاء الفلسطيني بالطبع تفاعلتم كذلك بتعليقاتكم مع هذا الموضوع بشدة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي وجمعنا لكم بعضا منها من خلال تصفحنا لهذه المنشورات واختيارنا لأبرز تعليقاتكم وتفاعلاتكم أول تعليق معنا اليوم هو من ياسمينة براهيم على منصة X وتقول لا يجب أن يعيش أطفال غزة أو أي طفل في العالم كل هذا الموت والخوف والرعب لكن وخلال عشرة أشهر من الرعب المطلق عرف أطفال غزة كل شيء عرفوا المكان الغير الآمن الطعام غير الكافي والرعاية الصحية غير الكافية هذه هي حياتهم اليومية في غزة رعب هروب لجوء إجلاء ارتقاء ثم شهداء رحمة الله عليهم إلى ثاني تعليق معنا من الحكيم ويقول فيه أحدثكم من محيط مدرسة صلاح الدين طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مدرسة صلاح الدين التي تأوي نازحين غرب غزة ونتج عن ذلك عدد من الشهداء والجرحة وخلال عمل الطواقم في المكان استهدفت الطائرات منزلا بجوار المدرسة ومجددا قامت الطائرات الحربية باستهداف المدرسة للمرة الثانية وتحاول طواقم اتفاع المدني والإسعاف هذه اللحظات العمل على انتشال الشهداء الاحتلال قام بتهديد المدرسة ومحيطها من جديد قبل لحظات ثالث تعليق من عماد الدين يقول بيني وبين الموت ثواني فقط خلال زيارته لأحد الأقرباء في مدرسة صلاح الدين التابعة للأونروا قامت الطائرات الحربية بقصف المدرسة بصاروخ لم ينفجر لكنه سقط على شاب فاستشهد فورا وها هي اليوم تعاود قصف نفس المدرسة وهي تعلم أن بها نازحين ومدنيين عزل حسبنا الله ونعم الوكيل ورحمة الله على شهداء فلسطين بالطبع مشاهدين هذه التعليقات التي جاءت من عين المكان تبرز أن الاحتلال الصهيوني كان يستهدف مدرسة صلاح الدين منذ مدة بإعادة قصفها عدة مرات واستهداف النازحين والمدنيين العزل بهذه المدرسة رحمة الله عليهم ونصر الله إخواننا في فلسطين في القريب العاجل إلى موضوع آخر أو إلى تريند آخر لابد أنكم وصدفتم على المواقع هذا الأسبوع صورا أو معلومات عن فيروس جدري القردة لمن لا يعرفه جدري القردة هو فيروس كان ينتقل سابقا من الحيوان للإنسان لكن الآن صار ينتقل من شخص لآخر عن طريق الاتصال الجلدي كالمصافحة مثلا وأهم أعراضه هي الحمى أو الطفح الجلدي كما نرى في هذه الصورة لكن لماذا أحدثكم عن هذا الفيروس الآن؟ ذلك بسبب إعلان منظمة الصحة العالمية عن تفشي جدري القردة في بعض الدول بسلالة جديدة وإثر ذلك أعلنت حالة الطوارئ هذه ليست المرة الأولى فهذا الإعلان هو ثاني من نوعه خلال عامين بعد حالة الطوارئ التي أعلن عنها سنة 2022 لكن إلى أي مدى يشكل ذلك خطرا على الصحة العمومية منظمة الصحة أكدت أن الأمر لن يصل لخطورة وباء كوفيد 19 بما أن طرق انتقاله هي محدودة جدا ويمكن الحماية منه عن طريق التلقيح الذي أوصت به كذلك جمعنا لكم بعض التفاعلات والتعليقات فيما يخص هذا الموضوع الذي تداول الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع بشدة على منصات التواصل الاجتماعي أول تعليق معنا هو من سمير خالد علق على أحد المشورات في الفيسبوك هذا الفيروس ليس جديد ظهر أولا في القرادة ثم انتقل للبشر سنة 1970 وحالة الطوارئ التي أعلن عنها لا علاقة لها بالجائحة وإنما مجرد مراقبة للمرض والحذر من أن ينتشر لا أكثر فقد تم الإعلان عن حالة طوارئ بسبب تفشيه سنة 2022 ثاني تعليق من عائشة كذلك على منصة X الأكثر تداولا وتفاعلا في هذه المواضيع المخاوف مبالغ فيها مسهل أن سيناريو الكورونا يتكرر نسبة ضئيلة جدا ترجح عائشة معدل انتشاره أبطأ بكثير طريقة العدوى تختلف نوعا ما السيطرة عليه أسهل من الكورونا الهدف الرئيسي من إعلان منظمة الصحة حالة الطوارئ هو دفع الدول للتبرع بالمال وتطوير لقاحات مضادة وأخذ التطعيمات وعسى الله أن يحفظكم ويحميكم من الشر إلى آخر تعليق كذلك من هبة الله وتقول لذا النظافة والوقاية واجبة والحرص واجب وأتوقع تعودنا على بروتوكولات الوقاية من كورونا أما اللقاحات فغالبا تكون فعالة ضد هذا النوع من الفيروسات التي تنتقل عن طريق التلامس والاتصال الجلدي إلى موضوع آخر تراند ظاهرة فلكية شغلت العالم هذا الأسبوع وهو ظهور القمر الأزرق وكذلك يسمى بالقمر العملاق الذي يتكرر كل سنتين أو ثلاث سنوات تقريبا يسمى القمر العملاق لظهوره بشكل أكبر من المعتاد ويحدث كذلك عندما يكون مدار القمر أقرب إلى الأرض في نفس الوقت الذي يكون فيه القمر مكتملا لكن هذه ليست الظاهرة الفلكية الوحيدة المقترنة بالقمر والتي حصلت هذا الأسبوع فتفاعلتم كذلك مع ظاهرة اقتران القمر بكوكب زحل حدث نادر جدا شهد بسماء الجزائر وبالطبع سارع هؤلاء الشباب المهتمين بعلم الفلك لمشاهدته بالعين المجردة أو استخدام تيليسكوب صغير لرصد غماس وانبعاث الكوكب وحلقاته كذلك بالطبع نشر عدة فيديوهات مختلفة لهذه الظاهرة على منصات التواصل الاجتماعي من بينها هذه التي جمعناها لكم هنا في برنامج فولورز كما لاحظنا في هذا الفيديو كوكب زحل يبدو صغيرا جدا أمام القمر إلا أنه احتجب بعد اقترانه في نفس الخط إلى التعليقات مشاهدين الكرام تفاعلتم كذلك مع هذه الظاهرة خاصة في الجزائر لأنه نادرا ما نشاهد ظواهر كهذه من سماء الجزائر أول تعليق من مهدي فضلان على الفيسبوك ويقول هذا الأسبوع شاهدنا القمر الأزرق الذي يحدث عندما يكون بدرا وقريبا من الأرض فيبدو عملاقا ثم احتجاب كوكب زحل خلف القمر وترقبناه ليلا رفقة الجمعيات والنواد الفلكية ظاهرة رائعة فسبحان الله ثاني تعليق من سامي عين ولمان ويقول عدة الظواهر فلكية جميلة استمتعت بمشاهدتها وأشجع الشباب على متابعتها وعلى الانخراط في الجمعيات والنواد الفلكية الجزائرية ليحظوا بفرصة مشاهدتها باستخدام التليسكوبات ثالث تعليق وآخره معنا في عدد اليوم جاء من إبداع الجزائر ويقول الكل ركز على القمر الأزرق أو العملاق لكن نحن في الجزائر من المحطوظين بمشاهدة احتجاب زحل خلف القمر وأشكر النواد الفلكية التي رصدت لنا هذه الظاهرة مثل جمعية السهيل وصفحة عشاق الفلك إلى هنا مشاهدين الكرام نصل إلى ختام عدد اليوم من برنامج فولورز الذي جمعنا لكم فيه مختلف الترندات التي تفاعلتم معها المنشورات كذلك التي علقتم عليها لا تنسوا أن تحدثوا أثرا على الصفحات الرسمية للمؤسسة العمومية لتلفزيون الجزائري على هذه المنصات حتى نعرضها لكم الأسبوع المقبل في برنامج فولورز إلى ذلكم الحين ابقوا في أمان الله إلى اللقاء